نعم فرح منذ أكثر من عشرة دقائق يتواصل القصف الإسرائيلي المدفعي العنيف على أطراف بلدات عدة في القطاع الأوسط تحديداً حيبيب وميس الجبل وعيترون وبليدة ومارون الراس يأتي هذا القصف بعد بحسب المعلومات الأولية استهداف موقع البياض بليدة الإسرائيلي العسكري بصواريخ من قبل حزب الله بطبيعة الحال نحن ننتظر بيانات حزب الله في هذا الخصوص يأتي هذا طبعاً بعد ليلة ساخنة جداً عادة الليالي تكون هادئة في لبنان ولكن الليلة الماضية كانت ساخنة جداً منذ ما بعد منتصف الليل حتى فجر هذا اليوم سقط أكثر من مئة قذيفة متفعية من إسرائيلية طبعاً على القطاع الأوسط وتحديداً على بلدات أو أطراف بلدات عيت الشعب وبيت ليف ورامية إذن الأوضاع منذ ما بعد منتصف ليل أمس حتى هذه اللحظة هي أوضاع ساخنة جداً على الحدود في هذه الأثناء هناك قصف إسرائيلي مركز على بلدات أو أطراف بلدات في القطاع الأوسط وطبعاً علمنا بأن هناك إطلاق للصواريخ على موقع الضياد بليدة يأتي هذا التطور بعد يوم أيضاً شهد تطورات كبيرة يوم أمس بحسب الكثير من المراقبين عندما نتحدث عن تصعيد فرحة أو عن تطورات كبيرة لا يكون الموضوع مرتبط بعمق القصف إنما بشكل القصف بنوعية القصف وبالنوعية الأهداف يوم أمس كنا نتحدث عن استهداف قاعدة عسكرية في بيت هلل وتحديداً آلية عسكرية قال حزب الله في بيانه بأنه أوقع تاقمها بين قاتيل وجريح لذلك كان هناك رد إسرائيلي عنيف أيضاً على أطراف البلدات في القطاع الشرقي أيضاً كانت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية صباح هذا اليوم عن أيضاً وجود جرحى إسرائيليين في شتولة قبالة القطاع الغربي إذن من الواضح أن إسرائيل تتكبت خسائر على الحدود لذلك اليوم نتحدث عن تصعيد عن نوعية الأسلحة التي تستخدم في هذه المعارك عن نوعية الأهداف أيضاً دعينا أيضاً نتطرق فرح قليلاً إلى الموضوع السياسي لأنه موضوع أساسي اليوم في لبنان كان هناك مقابلة لوزير الداخلية عبدالله أبو حبيب أكد فيها بعد وصوله إلى لبنان من الدول الأوروبية في جولة له على الدول الأوروبية قال بأنه تم تبليغه بضرورة تطبيق السبعة عشر سفر واحد وهو القرار الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وهذا يعني في أحسن الحالات بأن المجتمع الدولي اليوم قد يطالب حزب الله بالابتعاد عن الحدود إلى شمالي خط الليطاني أيضاً اليوم الصحافة التي تدور في فلك حزب الله كانت كشفت بأن آموس هوكستين عندما زار لبنان قبل أيام تحديداً قبل أسابيع قليلة أسبوعين كان طرح هذا الموضوع وطرح تعديل السبعة عشر سفر واحد هذا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن تعديل هذا القرار بطريقة يتيح لقوات اليونيفل أو قوات الأمم المتحدة بأن تجول في الجنوب بمفردها وأن تطبق القرار سبعة عشر سفر واحد بالقوة إذن نحن مقبلون على جدل سياسي في الداخل اللبناني بما خص طبعاً الأوضاع في الجنوب تزامناً مع التصعيد الإسرائيلي على الجنوب والتصعيد في الحقيقة على ضفتي الحدود إذن الأوضاع الميدانية في هذه الأثناء قصف إسرائيلي على القطاع الأوسط وتحديداً أطراف البلدات في القطاع الأوسط وأيضاً على ما يبدو بحسب المعطيات الأولية إطلاق صواريخ على موقع الضياد الإسرائيلي في قبالة بليدة وأيضاً حراك سياسي لافت جداً على ما يبدو بأنه سيكون محط أنظار المجتمع الدولي والداخل اللبناني في الأيام القليلة المقبلة نعم فرح شكراً جزيلاً لك علي رباح كنت معنا من إبلسق جنوب لبنان